بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد استكمالًا للباب الذي عنون له المؤلف بقوله باب ما جاء في الذبح لغير الله فقد ذكرنا ما تطرَّق له المؤلف عليه رحمة الله من أدلة في وجوب صرف الذبح لغير الله لأن الذبح عبادة كما أن الصلاة عبادة حيث أورد الآيات الكريمات التي تدلُّ على ذلك كقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين وكقوله تعالى فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وذكرنا طرفًا من الحديث العظيم الذي رواه الإمام المسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّثه بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى مُحدِثا لعن الله من غيَّر منار الأرض وكيف بدأ هذا الحديث بلعن من ذبح لغير الله والمراد بالذبح هو التقرُّب والتعظيم فإن التقرُّب بسفك الدماء من بهيمة الأنعام لا يكون إلا لله عز وجل كما يفعله المسلم في الهدي وفي الأضاحي وفي العقيقة وفي غيرها فإن المسلم لا يذبح إلا باسم الله ولله بخلاف الكافرين الذين يذبحون لأصنامهم وأوثانهم ولهذا جاء اللعن لمن ذبح لغير الله وكان آخر الحديث لعن الله من غيَّر منار الأرض ومنار الأرض هو العلامات التي يعرف بها صاحب الأرض حدوده فهي التي تفصل بين الأراضي وإذا غيِّر هذا المنار وهذه العلامة كان ذلك سبب للتظالم فكل واحد يدَّعي أن الأرض المجاورة له والذي يفصل بين الأملاك هو هذه الحدود الحدود التي تكون بين الأراضي فهي تُعتبر منارات يعني علامات وتغييرها سبب للخصومات وإضاعة الحقوق وهو كبيرة من الكبائر ولأن هذا يدخل في غصب الأرض والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذَّر من غصب الأرض وبين بأن من غصب من أرض أخيه طوِّق بمثله من سبع أراضين يوم القيامة فالأمر خطير تغيير المنارات لتختلط الحدود وتضيع على الناس وتكون سبب للظلم والخصومات فاستحق صاحبه أن يلعن واللعن كما مر معنا في الدرس السابق هو الدعاء عليه أن يُطرد من رحمة الله ولا يَكُونَ اللَّعْنُ بِذَنبٍ إلا وهو كبيرة من الكبائر سواء كانت هذه الكبيرة مُخرجة من الدين كالذبح لغير الله أو لم تكن مُخرجة من الدين لكنها كبيرة من الكبائر وقال بعض العلماء المقصود بالمنارات لعن الله من غير منار الأرض أنها العلامات التي على الطرق العلامات التي تدل على أن هذا الطريق متجه كذا وأن الطريق يبدأ من هنا ونحو ذلك لأن هذه المنارات يهتدي بها المسافرون والساركون لهذه الطرق والذي يُلبِّس على الناس ويُعمِّ لهم الطريق هذا قد تسبب في إضرارهم وتسبب في أذيتهم ولهذا لا يجوز للمسلم أن يُؤذي إخوانه المسلمين ويُغيِّر عليهم معالم الطرقات وقيل المراد بالمعالم منار الأرض أنها حدود الحرم فإن الحرم له حدود ولا يجوز لأحد أن يتلاعب في حدود الحرم ولا أن يُغيِّرها لأن الحرم له أحكام والحل له أحكام والذي يتلاعب بهذه الحدود يجعل الناس يقعون في أشياء يظنونها في الحل أو يعملون عبادة لا تُعمل إلا في الحرم أو يعملون عبادة لا تُعمل إلا في الحل كالإحرام للعمرة ونحو ذلك ولهذا فإن حدود الحرم يجب أن يُحافظ عليها وأن يُعتنى بها ولهذا كان المسلمون يتوارثون هذه الحدود من عهد إبراهيم عليه السلام لأهمية تحديد الحرم فإن الحرم ليس كغيره ولهذا يُمنع المشركون من دخول الحرم ولو ضاعت حدود لدخل المشركون إلى شيء من حدود الحرم إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولهذا هذه أيضا تدخل في منارات الأرض ومما يدخل في هذا الباب هو التلاعب بوثائق الملك كالسكوك والوثائق ونحو ذلك الذي يتلاعب في حدودها ويُغيرها أو يتلاعب في مساحاتها أو نحو ذلك فإنه يؤدي ما يؤدي التلاعب في الحدود لأنه يستولي على ملك غيره فيُغير الحدود ويكون هذا وسيل لغصب أملاك الناس فالنتيجة واحدة فلهذا ينبغي للمسلم أن يهتم بهذه المسائل التي تضر عليه في دينه ودنياه وهنا ناقش المؤلف مسائل تتعلق بهذا الحديث ومنها لعن المعين يعني هل إذا رأيت شخص مثلا يُغيِّر منار الأرض اسمه زيت هل يجوز أن تقول لعن الله زيت لأني رأيته يُغيِّر منار الأرض أو رأيت سعد مثلا يُغيِّر مُحْدِثاً عنده ويدخله ببيته هل يجوز أن تلعنه بعينه وتقول هذا لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا ألعنه ولهذا اختلف العلماء على قولين في جواز لعن الشخص بإسمه فمنهم من قال يجوز ذلك أن تلعنه لأنه قد ارتكب فعلاً قد لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حرج إذا ارتكب فعلاً قد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه أن تلعنه لأنه ارتكب هذا الفعل وبعضهم قال إنما تلعن الصفة تلعن الصفة لأن هذا الشخص قد يكون عنده تأويل قد يكون ما يعلم بهذه الحالة قد يكون عنده عذر مكره أو نحو ذلك ولهذا إنما تلعن الصفة والذي جاء في الحديث هو لعن عمومي لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله فتلعن الصفة التي يرتكبها من ذبح لغير الله أو من لعن والديه أو من آوى محدثا أو انغيرا منار الأرض وهذا القول يرجحه كثير من العلماء لأن المعين ليس كالصفة فإن الصفة تطلق والحكم يطلق لكن عند التعيين يحتاج إلى نوع من الضوابط ومن التحقق وهذا يطبق في التفسير يطبق في التكفير يطبق في اللعن ونحو ذلك فإن المعين يختلف عن الصفة والعموم والحكم العام فلا بد من التثبت فيه فلعل هذا القول هو القول الراجح ثم ذكر أيضا مسائل تتعلق بالذبح وهو ما يذبح عند قدوم السلطان كان من عادة بعض الأعاجم إذا جاء بعض الصلاطين ودخل بلادهم جاءوا بالذبائح ونحروها أمامه وليس الهدف منها الأكل أن يأكلوها ولا الهدف منها ضياف له لياكل منها هو وجنوده وإنما من باب التعظيم يعني يذبحون ويتركون على الطرقات فإذا دخل مثلا قالوا لقد ذبح له أهل البلاد ألف جمل ذبحوها وتركوها في الطرقات وذهبوا ولهذا يسميه العلماء ما ذبح للسلطان يعني ليس من باب الضيافة وإنما من باب التعظيم له فأدرج هذا الفعل في ما أهل به لغير الله لأن الهدف من الذبائح هو التعظيم لله لا للبشر فهذه الطريقة يكون فيها تعظيم للبشر بهذه الطريقة وهذا بخلاف الذبح الذي يذبح لله ويقدم الضيافة سواء كان لسلطان أو لغيره فهو يختلف عن هذه الصورة التي فيها تشابه مع ما يهل به أهل الشرك لأصنامهم وأيضاً ذكر من هذه الذبائح ما يذبح للجن وهو أن بعض من الناس يخشون من الجن إذا حفر بير أو بنى دار فإنه يخشى أن الجن يكون لها اشتراك فيه فهو يذبح لدفع شر الجن فيقدم لهم هذه الذبائح ولهذا ترون السحرة إذا أرادوا علاج المرضى يتفننون في ذلك ويفرضون نوعاً من الذبائح يقول أعطني تيس أسود أو تيس أشقر أو نحو ذلك أو قال ديك أو نحو ذلك فهم يتفننون في هذه الذبائح التي تقدم للجن استرضاءً لهم ولدفع شرهم وهذا من الذبح لغير الله عز وجل هذا من الذبح لغير الله فلا تذبح أما لو دعوت الناس إلى دارك وجعلت ضيافة لأنك سكنت في دار جديدة أو نحو ذلك فهذا يختلف فإن النية تغير الأعمال بخلاف الذبح لدفع الجن ومما يفعلونه وأحياناً أنهم يضعون الدم وهذا الدم المسفوح نجس يضعون هذا الدم على درجة البيت وربما علقوا شيء من الذبيحة على طرف البيت أو نحو ذلك أو علقوا جلودها أو نحو ذلك فكل هذا من الذبح لغير الله عز وجل ثم ذكر حديثاً عظيماً يبين عظم شان الذبح لله وشان الذبح لغير الله فذكر هذا الحديث وهو عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد يعني لا يتجاوزه أحد حتى يقرب له شيئاً وهذا يدل على أن الذبح معروف أنه عبادة يتقرب بها للمذبوح له فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء قرب قالوا له قرب ولو ذباباً يعني امسك ذبابة واذبحها فقرب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار يعني مات بعد هذا الفعل فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة وهذا الحديث حديث رواه الإمام أحمد وهو وقد صححه العلماء فإن طارق بن شهاب على صحقه العلماء صحابي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى ولو لم يكن روا هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأتي به من رأيه وإنما مرسل صحابي وهو فيه خبر عن أمر غيبي فلعل هؤلاء الذين حصلت عندهم القصة من بني إسرائيل الذين قد الذين كان فيهم من انحرف وجعل أصناماً يعبدها من دون الله عز وجل وهنا تكلم الشارح في التفريق بين الصنم والوثن هل الصنم هو الوثن؟ أما الوثن يختلف عن الصنم؟ فقال بعضهم الصنم هو ما كان على صورة إنسان أو على صورة حيوان يعني يكون مثلاً على صورة رجل أو على صورة إمرأة أو على صورة أسد أو نمر أو نحو ذلك وأما الوثن فهو ما كان على صورة شجر أو حجر أو نجم من النجوم أو نحو ذلك وربما يكون الوثن شيء معنوي قيمة معنوية قيمة يتعبد لها الناس معنوية وليست بمحسوسة وقيل أن الوثن يدخل في الصنم فيطلق الصنم على الوثن وعلى غيره فكل ما عبد من دون الله فيجوز أن تطيق عليه صنم ولعل هذا هو الظاهر لدعوة إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فلو كان الوثن غير داخل فيها فكأنه ما دع الله أن يجنبه عبادة الوثن فقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فهذه تشمل كل عبادة لغير الله عز وجل كل عبادة لغير الله فإنه دع الله عز وجل أن يجنبه وأن يجنب بنيه هذه العبادة وهذا هؤلاء القوم لما مر عليهم مسلمان والدليل على أن الرجلين أهل إسلام أنه قال دخلوا النار في كذا فلو كانوا أهل شرك من قبل ما قال دخلوا النار في كذا وإنما دخلوا النار بسبب هذا الفعل ولو كانوا على شرك قبل ذلك لقال دخلوا على شركهم فدل على أن سبب دخول النار هو هذا التقريب أن يقربوا للصنم وأيضا يدل على أن الهدف من التقريب ليس نوع ما يقرب وإنما هو إعلان للخضوع إعلان للخضوع وإلا ما قيمة الذبابة الذبابة لا قيمة لها لا مادية ولا معنوية لكن القيمة في الخضوع يعني كونه ذبح قرب هذه الذبابة فهذا يدل على خضوعه وهذا الخضوع حال في القلب وهذا يدل على عظم عمل القلب فإن عمل القلب هو الذي يحرك الجوارح فهذا الاستكانة والخشوع والبكاء عند القبور وعند الأضرحة وهي الإشكالية هذه الإشكالية حال القلب الحال القلبي الذي يعتريه لما يأتي معظم ولهذا تجد هؤلاء لما يدخلون على الأضرحة يدخل راكع ويتمسح بها ولهذا يسمون عتبات الأضرحة وعتبات القبور العتبات المقدسة مقدسة يعني اكتسبت التقديس والتطهير من الولي المدفون في الداخل فيها فيسمونها العتبات المقدسة ويعتريهم حالة شعورية من الخضوع والاستكانة والبكاء إذا دخلوا هنا فهم يجاحمون الله في قلب العبد والقلب لا بد أن يكون خالص لله عز وجل استكانته دعاؤه خضوعه خضوعه تعظيمه كله لله سبحانه وتعالى فهؤلاء قالوا له قرب ولو ذباب فاستجاب لهم وقرب فكان هذه الاستجابة سبب في إدخاله النار وقد يرد تساؤل هنا إذا كان هذا مكره ألا يكون معفوعا في حال الإكره لأنهم قالوا إما أن تقرب وإلا ضربنا عنقك فلو قرب وهو مكره هل عليه في ذلك شيء أجاب العلماء عن هذا بأجوبة أحسنها والله أعلم أن الرخصة في أن يفعل العبد الكفر حال الإكراهية خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من أمة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أن الأمم التي قبل أمة محمد ما عندهم رخصة لا بد أن يثبت على الدين لا بد أن يثبت على الدين ولا يرجع عنه وهذا يظهر من أمرين الأمر الأول أولى الرسول صلى الله عليه وسلم غفر لأمتي أو عفيا لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه الخطأ والنسيان وما استكره عليه فقوله لأمتي يدل على الخصوصية لأنه يتكلم عن أمته التي بعث فيها وهو مما امتنى الله تبارك وتعالى على هذه الأمة به ولهذا لما عذب المشركون عمار بن ياسر حتى يقول شيء في الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي ما حصل له فأنزل الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذه رخصة لأهل الإيمان أنهم في حال الإكراه الشديد الإكراه الملجي ما هو الإكراه أن يقول له أخذ مئة ريال من جيبك ولا تكفر فيكفر هذا ما هو إكراه هذا هذا ليس إكراه وإنما الإكراه هو الإكراه الشديد الملجي من قادر عليه ويغلب على ظنه أنه سوف يفعل فهذا هو الإكراه الأمر الثاني مما يدل على أن الأمم السابقة ليس لها رخصة ما رأيناه من قصة أصحاب الأخدود فإنهم ما ترخص منهم أحد لما أضرم النار ورمى بها إما أن ترجع عن دينكم وإلا في النار فبدأ يرميهم واحد واحد فلما ترددت إمرأة كانت ترضع صبيها وترددت من أجل صبيها أنطقه الله وقال أقدمي يا أمه فإنك على الحق فهذا يدل أنه ليس أمامهم رخصة ولهذا قذفه في النار ومنها قصة بلال رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده نايم في ظل الكعبة وكان بلال من أشد الناس الذي تعرضوا للتعذيب لأجل إيمانهم فكان يخرج به في الرمضاء في الحر الشديد ويطرح على الرمال الحارة ويضع عليه صخرة حارة ويقولون تظل هكذا أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول أحد أحد يعني ما أعبد لله الأحد أحد أحد فجاء يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنهم العذاب فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق راسه فيقسم إلى نصفين ولا يرده ذلك عن دينه يقسم بالمنشار والمنشار يقطع يطول ما هو مثل السيف لا يعني فيه من التعليب ما الله بيعليم يبدأ بالنشر من مفرق راسه حتى يقسم راسه نصفين يقسم إلى نصفين لا يرده ذلك عن دينه فدل على عظم شان التوحيد وأنه يستحق هذه التضحيات ولهذا لما طلبوا من الرجل الثاني أن يقرب ولو ذباب قال ما كنت ليقرب شيئا لأحد من دون الله عز وجل قالوا نقتلك قال شانكم افعلوا فقتلوه فدخل الجنة فهذا يدل على عظم شان التوحيد وأنه أمر عظيم ولهذا الصبر عليه حتى الموت هو العزيمة هو العزيمة الذي يترخص هذا رخصة والعزيمة أفضل من الرخصة لا شك فمن ضعف فيمكن أن يلجأ إلى الرخصة لكن من صبر ولهذا وجد من عباد الله الصالحين من يصبر حتى الموت ولهذا لما جاء أحد الصحابة ألقى القبض عليه مسيلمة الكذاب وقال له أتشهد أني رسول الله قال لا أسمع قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال كيف تسمع هذه وما تسمع هذه كان هذا جواب أتشهد قال لا أسمع أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم لأن النطق بالكفر ما يصلح إلا بحال الكراه لكن هذا ما يريد الرخصة يريد العزيمة فأخذه وقتله وغيره كثير كلهم صبر على دينه بل أقل من ذلك وهو أن تكون أسير عند الكفار فبعضهم يختار الموت على الأسر يختار القتل على الأسر ومن ذلك كثير من الصحابة الذين لما خيروا بين الأسر والقتل اختاروا القتل في سبيل الله عز وجل لا يكون أسيراً لا يكون أسيراً ذليلاً عند الكفار لأنه يخشى أن يفتنوه عن دينه ولهذا بوّب عليه البخاري في صحيحي باب من اختار القتل على الأسر باب من اختار القتل على الأسر والمراد الأسر عند الكافرين وليس عند المسلمين يعني لو أن ظالم أراد أن يأسرك فهذا يختلف لأنه لن يكرهك على الكفر ينال منك لكن لن يكرهك على الكفر لكن عند كافر يريد أن يكرهك على الكفر فلك أن تختار القتل وهذه الحادثة التي ذكرها البخاري قد بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على من فعلها وهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا بوّب عليه البخاري في صحيحه باب من اختار القتل على الأسر وهنا ذكر أيضاً المؤلف مسائل استنبطها من هذا الباب كعادته فإنه إذا انتهى من الباب فإنه يلخصه في مسائل يلخص الباب في مسائل وهذه المسائل هي زبدة ما جاء في هذا الباب وهذا من جودة التصنيف وحسن التصنيف أن تلخص ما مر معك في مسائل حتى يستذكرها القاري والسامع فذكر قال المسألة الأولى تفسير قول الله عز وجل إن صلاتي ونسكي إيش في المسألة هذه المسألة هذه أن النسك هو الذبح النسيكة هي الذبيحة قل إن صلاتي ونسكي ولماذا مناسك الحج تسمى مناسك لأن الحج فيه ذبح فيه الهدي فيه الفدية فهي يعني سميت من بابي ذكر بعض أعمال الحج فصار مناسك وإلا فإن النسك هو الذبح يتنسك الإنسان بالذبيح سمت الذبيح نسيكة وقرنها بالصلاة لعظم شان التعبد بها المسألة الثانية تفسير فصل لربك وانحر ويقصد بذلك أن النحر خاص بالله عز وجل لأنه أمره أن يصلي لله وينحر لله فلا يقول أحد يجوز النحر لغير الله إلا من يقول تجوز الصلاة لغير الله لأن مذكورة في آية واحدة لأن مذكورة في آية واحدة ولهذا فهذا الأمر شانه خطير جدا والناس يتساهلون بذلك خاصة بعض المرضى الذين يذهبون للسحرة والكهان والمشعوذين فإنهم يتحكمون فيهم ويذبحون للجن ويقول إن الجن الذي عليها يرد بيح كذا أو على هذا المريض فيتهاون يقول أنا مريض وهذه ضرورة ونحو ذلك من العبارات التي لا تقدم ولا تؤخر فلو قال لك صلي للجن أو صلي هل سوف تفعل ذلك؟ يقول لا ما أفعل إذن ما الفرق؟ لو قال لك صلي لي أو صلي للساحر أو صلي للكاهن فإنك لا تفعل ذلك البتة بل إن الذين يذهبون الآن ويطوفون بالقبور ويذبحون عندهم لو قيل لهم صلوا للقبور صلوا للسيد البدوي ما يصلون قال لا الصلاة لله عز وجل طيب هي مذكورة في آية واحدة لماذا فرقت؟ فصلي لربك وانحر لماذا فرقت بين العملين؟ إلا لأنه تعود هكذا التعود يعني هو تعود على هذا إن الناس هكذا يذبحون يصلون لله ويذبحون لصاحب الظريح فهو تعود فقط لكن تقول له العملان في ميجان الشرع يحكمهما واحد فصلي لربك وانحر فلماذا تفرق بين الأمرين؟ ما عنده جواب إلا التعود أنه تعود على ذلك المسألة الثالثة البداءة بلعن من ذبح لغير الله يعني أن المسائل الأربع التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب بدأها بلعن من ذبح لغير الله وقدمها على لعن من لعن والديه وهذا يدل على عظم صرف شيء من العبادة لغير الله وأن أعظم من لعن الوالدين مع أن لعن الوالدين الوالدان ما تقول لهم أف ولا تنهرهما فكيف إذا لعنت الوالدين والعياذ بالله الذبح مقدم على ذلك ولهذا لو قلت للذين يذبحون عند القبور إلعنوا والديكم لا يفعلونها البتة ما يمكن يفعله طيب وليه تذبح لغير الله وهي مذكورة في حديث واحد وقد تستغربون لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المسائل لعلي بن أبي طالب متأخرا وباستقرال حديث وغيرها وحتى الآيات في القرآن مسائل التوحيد تتكرر مسائل الدين تتكرر ويذكر في كل مناسبة ما يناسبها وانظروا في حديث جبريل لما جاء وسأل الرسول عليه وسلم عن الصلاة وعن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان والرسول عليه وسلم قد علم الصحابة هذا كله من قبل ومثل لما ركب معه معاذ وقال له الرسول عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وهو له كذا سنة يعلم الناس حق الله على العباد فذكر هذه المسائل والتكرير فيها هو أمر مهم حتى يتذكر الناس هذه المسائل ولهذا أحيان ما يذكر كل فروع مسائل الدين ما تذكر بحديث واحد كلهم وإنما حسب ما تقتضيه الأحوال فمرة يذكر هنا شيء ومرة يذكر هنا شيء ومرة يذكر هنا شيء وبعضها يدلوا على الآخر ومن التزم هنا التزم ما عدا ذلك وهنا وعلي ذكر هذا الحديث في قصة لأن الذين غلوا في علي رضي الله عنه ادعوا أن علي عنده علم عظيم أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعلمه الأمة وقالوا إن علي وصي للرسول صلى الله عليه وسلم كما أن هارون وصي لموسى وأن علي عنده من العلوم يعلم الغيب قالوا يعلم الغيب وقالوا يحاسب الناس يوم القيامة وذكروا أشياء عظيمة من أين جاءت هذه الخزعبولات جاءت من يهودي تظاهر بالإسلام وهو عبد الله بن سبى الحميري فإنه جاء من اليمن في زمن خلافة عثمان وتظاهر بالإسلام وهو يريد أن يفسد الدين من داخله والناس كانوا على الفطرة وعلى الصدق إذا جاءهم أحد بما يتعلق بالدين فإنهم يقبلونه منه فجاء وبدأ يروج أشياء على الناس ومما روجه هذا ولهذا لما سئل علي هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء هل عندكم كتاب هل عندكم شيء خصكم به فأجاب علي أنه ما خصنا بشيء عن بقية الناس إلا أنه ذكر هذا الحديث الذي حدده به الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أن عندهم صحيفة فيها ما يتعلق بعقل الإبل وأسنان الإبل التي تقدم كدية فهي مسألة فقية وهذا كتبها علي عنده فهي عنده أما غير ذلك فليس عنده إلا ما عند الصحابة ليس عنده علم مكنون ولا يعلم الغيب وإنما هو خليفة راشد مثل غيره من الخلفاء الراشدين وما كان الصحابة يغلون فيه البتة نعم يحبونه لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم يحبونه لقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته فاطمة وهو كما زوجه ابنته فاطمة فإنه قد زوج عثمان بن عفان ابنتين له وليس واحد لما ماتت واحدة زوجه الثاني وقال عن عثمان إنه تستحي منه الملائكة ملائكة الرحمن تستحي من عثمان والشيعة ما ينظرون لهذا البتة ولا ينظرون لفضائل الصحابة وإنما الهدف محدد فهم يقدسون علي وذريته ثم إنهم كما تعلمون في هذه الأيام بيوم عاشوراء كيف يفعلون بأنفسهم يتذكرون مناحة حصلت لقتل الحسين بن علي رضي الله عنه والحسين بن علي رضي الله عنه مشهود له بالجنة لا شك في ذلك سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين وحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا من أخبار الغيب الذي أطلعه الله عليها فأصلح الله به المشكلة التي حصلت بين الصحابة وسمي العام الذي اجتمعوا فيه عام الجماعة وتوقف القتال وأما الحسين رضي الله عنه فإنه دخل فيه معركة وقتل فيها مظلوما قتل فيها مظلوما لأنه طلب أن يرجع بعد أن حصلت المعركة التي أراد الله أن تحصل طلب أن يرجع فرفضوا أن يرجع ولهذا قتلوه وهذا القتل استنكره المسلمون جميعا لكن هذا القتل للحسين رضي الله عنه هو مثل قتل علي بن أبي طالب وانظروا إلى الشيعة يتباكون على قتل الحسين ولا يتباكون على قتل علي بن أبي طالب والذي قتل علي بن أبي طالب هم الخوارج قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو يذكر الناس بصلاة الفجر يسير في الطرقات يذكر الناس بالصلاة فاستقبله وضربه على مفرق راسه وعلى جبينه بالسيف فمات بعد فترة قليلة لماذا يفرقون بين الحسين وأبيه والإجماع من عقد على أن علي أفضل من الحسين وإن كان الحسين بن فاطمة لكن علي أفضل بإجماع المسلمين بإجماعها للسنة والجماعة لأنه الخليفة الرابع وللفضائل التي وردت في علي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هاروم من موسى وقال عنه رجل يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله ولأنه من العشر المبشرين بالجنة فلا يشك أحد في فضائل علي بن أبي طالب فلماذا يتباكون لأنهم يريدون إحداث مناحات ويظنون إن المسلمين كانوا متفقين على قتل الحسين رضي الله عنه ولم يحصل من ذلك شيء وإنما هي نحلة جاءت أصلها من اليهود ثم استمرت في الأمة وهذه إرادة الله عز وجل إرادة الله أنه إن بنى عليها فرق كثيرة تستجرت التاريخ هذا وتكذب فيه وتخلط فيه وتقيم عليه عقائد ولهذا فإنه ليس من شأن المسلمين الصادقين الخوض فيما صار بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا تشغل نفسك وتقول حصل بين علي وبين معاوية كثيراً وإنما تلك أمة قد خلت فإنهم مجتهدون والمجتهد هو بين أمرين إما أن يكون أصاب الحق فله أجران وإما أن يكون أخطأ الحق فله أجر الاجتهاد ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أوحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه لأن الصحبة شأنها عظيم صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم شأنها عظيم أكرمهم الله عز وجل به فلا يدخل في موضوع ما حصل بين الصحابة إلا جاهل لا يجوز أن يخاض في هذا ولا أن تشتم هذا وتكلم في هذا فإن هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة وإن ما هو من عقيدة أهل البدع ولأن الصحابة زكاهم الله سبحانه وتعالى الله أثنى عليهم في القرآن فمن الذي يتكلم في من زكاه الله تبارك وتعالى من الذي يتكلم في ذلك إلا أهل البدع والذين في قلوبهم مرض من الخوارج والمعتزلة والرواظب فإن المعتزلة أيضا يتكلمون في الصحابة وفي عدالتهم والخوارج أيضا لم يرفعوا رأسا بالصحابة ولهذا لم يأخذوا الإحكام منهم بل استقلوا بأرائهم وابن عباس لما جاءهم قالوا من أين أتيت يا ابن عباس قال من عندي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معكم أحد منهم يعني أنتم ما تفكرون في حالكم أنتم ما معكم ولا صحابي يدل على أنهم في جهة والحق في جهة ولا صحابي ما معهم وليس معكم أحد منهم ولهذا من كتب الله له هدايته فإنه رجع عن مذهب الخوارج ثلاثة ألاف بسبب مناظرة ابن عباس رضي الله عنه وأرضه فنحن اليوم في عاشورة فالمسلمون صاموا هذا اليوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صاموه صاموه اختداءا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأن اليهود كانوا يصومون هذا اليوم فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك فقالوا هذا يوم نجَّ الله فيه موسى وهم يزعمون أنه متبع موسى نجَّ الله فيه موسى من فرعون فقال نحن أولى بموسى منكم نحن أولى بموسى منكم ولهذا والله أعلم أن من حكمة هذا الصيام ليبين لليهود أننا نحن أولى بموسى وإلا فيه أيام نجى الله نوح من الغرق ونجى غيره من الصحابة ولم نفعل ذلك لم نصن في هذه الأيام ونجى الله إبراهيم من النار فلم نصن في ذلك الأيام لماذا؟ لأننا نتلقى من الرسول العبادة مبناها على الإخلاص والمتابعة فلأن الرسول صامه فنحن نصومه فلأن الرسول صامه فنحن نصومه ولا يقول أحد ما دام أن الذكرى الحسنة يصام فيها فنبحث عن كل ذكرى في التاريخ فنصوم فيها لا الأمر ما هو مترك لنا تقول نقيس نقيس هذا على هذا نقول العبادة ما فيها قياس العبادة ما فيها قياس ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم نفعله ولهذا لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد المخالفة مع اليهود لأننا نهين عن التشبه بأهل الكتاب فلما أراد أن يؤكد المخالفة قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع فلا نقول هذه شريعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا لأنه أكد عليها قال لئن عشت لأصومن فهو بيّن لنا مشروعي وأمرنا بالمخالفة في أحدث أخر فهذا تنفيذ لما جاء بالأمر بمخالفة اليهود والنصارى ولهذا يسن صيام التاسع والعاشر كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المسألة الرابعة وهي لعن من لعن والديه ومن ذلك أن تلعنه مباشرة أو تلعن رجل فيكون هذا سبب للعن والديك إما أن تكون مباشر للعن والعياذ بالله وهذا قليل في الناس لكن الذي يكثر أن تلعن رجل فيرد عليك فتكون أنت بهذا الفعل سبب في لعن والديك والمسألة الخامسة هي إيواء المحدث والمحدث من ارتكب جرما يعاقب عليه بالشرع فياتي من يحول دون إيقاع العقوب عليه فهذا إيواء وانتصار له وهذا يدل على رضاه بهذا الإحداث فإن هذا داخل في اللعن وأي حدث في الدين فهذا يدخل فيه هذا الإحداث أي حدث في دين الله سواء هذا الحدث يستحق العقوبة حدية أو عقوبة غير ذلك فلا يجوز أن تأوي هذا المحدث وتحول بينه وبين أن يقام عليه الحد ولهذا من حالت شفاعته دون إقامة حد من حدود الله فإنه قد ضاد الله في الأرض وضاد الله يعني حارب الله يعني واحد عليه حد الزنا فيأتي شخص له مكان وجاه فيتشفع فيه فلا يقام عليه الحد فهذا قد ضاد الله في أرضه لأنه حال بينه وبين إقامة الحد انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها لما جاء من يشفع عنده بحد من حدود الله فالحدود لا يشفع فيها ولا يشفع في المحرمات بشكل عام فإن الذي يشفع ينال نصيب مما تؤدي إليه شفاعته فلا تشفع إلا في حق أو في تعاون على البر والتقوى وكذلك المسائل التي ذكرها هنا كلها مما مر شرحه ولعلني أكتفي به هذا المجلس بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر